طيب ناس كتيرا بتبعتلي بتسألني على لعبي النادي الاهلين بلحكت فيه إصابات كثيرة جدا بعد نهاية المباراة رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد ووسام أبو علي وياسر إبراهيم وأشرف فاداري عايزة أطمنكم النهاردة يمكن فيه أشعة بتتعامل لرامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد ووسام أبو علي وياسر إبراهيم الأربعة بيعملوا أشعة لأنه النهاردة يمكن فيه شك كده من بعض الإجهاد العضري فبإذن الله على آخر اليوم أو بكرة الصبح بإذن لاتكم نتاج الأشعة موجودة ونطمئن على جهازات الاربعة أو جهازات الرباعي لمباراة الزمالك بإذن الله يوم الخميس المقبل أشرف داري قصته مختلفة شوية أشرف داري لغاية تدريب ليلة المباراة اتمرن ما فيش مشاكل خالص بس لما رجع على القوتيل حس كده بتعب شوية في الكاحل فاشتكى من ده للدكتور أحمد جاب الله دكتور أحمد يمكن عمله فحص طبي فبلغ مرس الكولر قال له بلاش شارك ماتش بكرة ونديله يومين تلاتة كده تأهيل بحيث نطمئن على إصابة الكاحل إصابة رخمة شوية لكن أشرف بإذن الله على مباراة الزمالك هيكون فيه تحديد لموقفه وهو أشرف من اللعيبة اللي ما بتحبش تشارك إلا ما يكون جاهز بالنسبة 100% فهو بس مجرد ما يطمئن الدكتور على حالة أشرف بكرة بالكتير هيكون موقفه واضح جدا في مباراة الزمالك